تكرر احتجاز بعض التونسيين في ليبيا واختطاف البعض الآخر في أماكن متفرقة في بلد تسوده فوضى السلاح وتحكمه الجماعات المسلحة كما يصف مراقبون من جانبه وزير الخارجية التونسي دعا التونسيين إلى العودة إلى أرض الوطن وهما خلفها ردود فعلا متباينة لدى التونسيين فما بلاد تقسمها في اثنين أنت مستقبل تونس في مستقبل ليبيا زاد وهو أمن تونس في أمن ليبيا هذا يخرف في الحكاية هذا يخرف إذا كان فيما بركان بشي فيه بشي هيج خليش مع البركان أنت حتى يفيد عليهم النار بمقترهم ترجع خيرا أحسن هنا تعيش في بلادها خير قاد ياتم خلط عندهم أضعيات خائبة أنا نصحهم باش ما يقعدوا غديكا ويخدموا الروحهم وما ينخرطوش في تنظيمات هذه الجهادية بتاع داعش قرار السلطات التونسية وبحسب المختصين في شؤون الأمنية والعسكرية لهم بريراته الميدانية رغم استعدادات تونس لمواجهة تدهور الوضع الأمني في ليبيا مدام هناك فوضى في ليبيا فوضى للسلاح نزاع لم يحسن بعد ستظل هناك مخاطر كبيرة لتونس تتمثل هذه المخاطر في تسلل عناصر الإرهابية تسلل السلاح إمكانية تدفق مجموعات من الليبيين على الترابة التونسية إذا ما حتدم الصراح أكثر فأكثر اليوم حقيقة هناك وضع خطير وبحسب المراقبين فإن قرار السلطات التونسية إضافة إلى حمايته للجالية التونسية فربما يحملوا استشرافا لتدخل عسكري في ليبيا رغم اعتراضها على هذا الحل أعتقد أنه في هذا الإطار جاءت أنه الأوضاع الأمنية ودور وزارة خارجية ودور الدولة التونسية وهي حماية رعاياها في هذا الإطار جاءت الدعوة إلى مغادرة ليبيا وجاءت الدعوة أيضا لغلق القنصلية التونسية مسألة إمكانية الضربة عسكرية فالحقيقة ثمت العديد من التقارير العالمية وأيضا الأمنية الغربية التي تحدثت حول هذه الإمكانية لكن الموقف التونسي كما هو معلوم كان دائما ضد تدخل عسكري مهما كانت بعتم سواء تدخل بري عن طريق حدود أو حتى توجيه ضربات عسكرية يصعب فك الروابط بين تونس وليبيا نظر الارتباط مصالح الشعبين منذ أزمان غابرة لكن صعوبات الواقع تكون لها الكلمة الفيصل في النهاية أحيانا قرار تونس دعوة الجالية التونسية المقيمة في ليبيا إلى العودة إلى أرض الوطن يحمل في طياته عدة أبعاد إضافة إلى ذلك فهل هو لحماية أرواح التونسيين هناك أم أنه استشعار لضربة دولية على ليبيا مليك الجبري أورينت نيوز تونس